من هو عدنان إبراهيم هذا طبعا يعني غايض من فيض جهلاته وهذا ما اطلعت عليه على موقعه يعني لم أنقل كلامه عن غيره بل بلسانه مما كتبه وقال قال بأن في خلقة الإنسان عيوب قال إن في خلقة الإنسان عيوبا لأن الله خلق الإنسان وطور خلقه من الحيوانات سمعت بعض التسجيلات له يقول مثل السم كري يعني تجربة وخطأ لذلك هناك عيوب في خلق الإنسان حسبنا الله نعم الوكيل يقول طبعا يطعن في عدالة الصحابة كما سمعنا ويزعم أن من الصحابة منافقين يصف طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين بالبغاء يطعن في معاوية كما سمعنا ويستهزأ أيضا بأبي هريرة وأناس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين يضعف أحاديث الصحيحين بعض